حين تتحدث لغة الأرقام تصمت الكلمات وتقول لغة الأرقام الأفصح لساناً إن حجم الإرادات التي نهبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في 2022-2023 من قطاع الغاز والنفط والضرائب والجمارك والأوقاف والزكاة يفوق أربعة تريليون وستمائة مليار ريال وفي العام 2014 كآخر عام رسمي للدولة لم تبلغ الإرادات العامة سوى تريليون وسبعمائة وتسعة وثلاثين مليار ريال ما يعني أن الحوثيين جنوا في السنة المالية الماضية ما يعادل ثلاثة أضعاف إرادات الدولة في 2014 وما يعني أيضاً أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تنهب كل شيء في موارد الدولة وأموال اليمنيين تستطيع نهاية كل شهر دفع ثلاثة مرتبات على الأقل لكل موظف واحد في القطاع العام لكنها تحت ضغط المضطر المكره دأبت على صرف راتب سنوي قبل عيد الفطر والأضحى ورغم تفاهة المبلغ الذي لا يساوي شروى نقير وقيمة ثلاثة جوارب فهي ترى في صرفه من منهوبات الموظفين مكرمة الجواد المتفضل ذلك ما يظهره أسابيع من التصريحات والتلميحات التي تسربها أبواق المسيرة القحطية عن بشارة صرف نصف راتب وما تستغرقه إجراءات التجهيز من زمن وتعقيدات بيروقراطية حتى يتمخذ الفيل فأراً وتستخدم ميليشيا اللصوص المحترفين نصف الراتب السنوي ضمن سياسة العصى والجزارة وامتصاص غضب الموظفين المنهوبة رواتبهم بفتاة من الريالات لا تغني ولا تسمن منجوع إنها المهزلة المكسورة بهالة من التهويل الإعلامي وتاريخ من اللؤم الموروث والهزأ بقيم الحق والعدالة ترجمة نانسي قنقر